السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي دوسامدي هارنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال الفرق ما بين الاكل الكمية ديال الاكل في فصل الصيف والكمية ديال الاكل في فصل الشتاء فصل الشتاء ماشي ملاب ما يكون فصل الشتاء ولكن فصل بارد كما كتلاحظوا معي قاعد الناس اللي يرباوا الانانيب ديالهم في فصل الصيف لاحظوا ان الانانيب قلوا في الماكلة ديالهم فهاد فشار بالضبط اسمو الانانيب كيوليو كيديروو في الاكل كيوليو كييكلو الاكل بزاف كتر من اي سهور اخرى علاش لانا كيكون المرحلة ديال الصيف فاتت عليهم يعني كيكونوا يعني بحلي تقهدوا بالصيف بالحرارة ديال الصيف ديبا كيوليو يفلفلو احنا كنقولو بحلي كيفلفلو سمو كيوقع كيوليو انهم اللي اعتيتوا لهم كياكلو بالنسبة للكبار مشكل وبالنسبة للصغار مشكل علاش لانا شحال مواحد كي ربي الانانيب كيكون عاد مبتدئ كيشوف باللي الانانيب ديالهم بدو كياكلو او عاد مبتدئ فهاد الفترة بالضبط كيقول باللي ماحدهم كياكلو ارهم زيانين نعطيهم ماك نفزه وهي لا خطاء هذا خطاء شائع ديما سواء كنتوا مربين قدام او مربين عاد جداد ديما منين هدوك الانانيب ديالكم تحسوا بهم النظام ديال الاكل ديالهم تبدل حاولوا انكم ما تمشوش معاهم هما ركينا واحد لقطة كيسميوها في تربية الانانيب تجويع الانانيب تجويع الانانيب وهو اننا نبقوا نعطيهم في يعني في وقت محدد في اما في الصباح اذا كيش يخص يكون الواجبات اما ثلاثة الواجبات اما جوج الواجبات وحدا بقى انا هنا يرى اني يعطيهم هادو 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 الاذكر وهادو الصغار هادو سمو كنعطيهم كنعطيهم غي الخبز مدقوق علاش؟ لان هادو في مرحلة ديال تسمين ممكنش انا غادي بقان تصرف عليهم ونفسي كاليم باش اه غادي مثلا مني غادي كبروا غادي نكسبهم لا انا هادو كلهم اه اه ديرهم باش نسمنهم ونعود فيهم البيع يعني ماشي ملابود اناني ندير السيكاليم هادو كل الامهات ممكن اناني ندير السيكاليم ورغم ذلك ماشي السيكاليم نشوفهم كي يكلوا بزاف اني غادي نعطيهم بزاف صافي انهم عندي امهات نقال نعطيهم بزيادة لا كل حاجة عندها الضوابط ديالة حاولوا انكم تشوفوا هاد الفيديو هادا ووتلافقو بفيديوينها اخرين على نravel يعني كمية الاكل الموصة بها لكل ا ارنب حسبة السين يعني خاص تكون عندكم واحد وحد الضوابط ان تم ماسكين الارنب ديركم و خادشوفو ہے اه بغاية يكل بزاف خاص خاص المربي انه يحكم راسو بعد أن أعطيتهم في الصباح هذا لأنني أريد أن أعطيهم ثلاثة الواجبات ممكن أن أعطيهم دابة أو أعطي فترة مهمة ثلاثة المرات فترة الصباحية والفترة الضهيرة والفترة الليل الليل حاولوا أن تكترونهم شوية لأن كل برد يأكلوا بالنسبة لهذا العمر شهرين باقي ما دلت لهم شي يبراء ولكن الكيمياء للأكل كنت أعطيهم غي مرة وحدة في فصل الصيف وجبة وحدة كان أعطيهم طاس ديال الياغورت كان ملؤولهم بهذا الخبز مدقوق من بعد ولي كان حسبيهم كي يأكلوا يعني ما كيخليوا هذا الحديد كتبولي زنكا كتبولي ما فيهاش حبة ما فيهاش لأنهم كي يأكلوه كي يساليوه سموه الليل كان دير ولي كان أعطيهم أكثر حدا بأواد كرة سبارك الله أني حطيت له وحدة كيمياء راهك لها وكينو خاكك مخصوش نخلي بحالك كرة بداية سماني راسموني يعني ما خدا مالوش لأنه كيكون لا يصير كي تصاب التهاب العرقوب لأن الوزن دياله كي يأثر عليه وكي يجرح من رجليه هذا ناهيك من كي بيطلع فوق النتوى أنه كي طلع وكي بقى يتخبط في الكاج برجليه ثم كيتصاب التهاب العرقوب إذن الحلقة ديالنا يعني المو الخاص ديالها وهو أنه وخد شوفوا الألانيك ديالكم بدأوا كي يطلبوا الماكلة أكثر لأن الجو بارد كان يختلاف بين الصيف والجو بارد حاولوا أنكم تعطيهم فواجبات مثلا ثلاثة الخطرات مشي مشكلة ثلاثة الخطرات هي مشي هاد العلافة ديمة تكون عامرة لا تخليهم حتى يكملوا هاد الشي تقول لي ما كانش فتة عاد بش أعطيهم إني لا أعطيتيهم ديمة الماكلة أحدهم ما خدامش لأنه غادي بقاهما أصلا كي ينفروا الماكلة لأنه ديمة قدامهم غادي تحس بهم ما مشيهما هادو إذن الحلقة ديالنا نهارية هادي كان نظن أنها تكون راقتكم ويعني تكون واحد معلومة مفيدة إن شاء الله الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصير لكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا